السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وبسم الله والسلام على رسول الله كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد فطر مبارك علينا وعليكم وعليكم المسلمين وينعاد علينا إن شاء الله وعليكم بكل خير ويمن وبركات طبعا تابعنا النهاردة مع حضراتكم طبعا خلاص أخيرا مرتضى منصور برأ أسوار نادي الزمالك القرار مفيش بات فيه خلاص انتهى مرتضى منصور نهائيا برأ أسوار نادي الزمالك وبكده بنكون الهم انزاح من على نادي الزمالك وعلى جمهور نادي الزمالك ويرجع نادي الزمالك إلى مصاره الطبيعي لأن احنا شفنا الفترة اللي فاتت شفنا المهزلة وشفنا المسخرة اللي كانت موجودة من مرتضى منصور وشفنا الكلام الهازلي من السوشيال ميديا ومن جميع القنوات اللي كانت بتتكلم على موضوع قهربة على موضوع مرتضى منصور مرتضى منصور خرج من السجر رجع للنادي الزمالك تاني وشفنا مفيش اي تحرك من الدولة تجاه مرتضى منصور ولا من الوزارة طبعا الوزارة مين؟ ما هو الوزارة؟ أشرف صبحي أشرف صبحي هو اللي ايه؟ هو اللي مقعده وهو اللي مخليه لحد اليوم لكن النهاردة خلاص طبعا نشوف القرار اللي جه من وزارة الشباب والرياضة للنادي الزمالك بقول لك اصدرت مدرية الشباب والرياضة بالجيزة قرارها التنفيذي بمضمون هذا الحكم وقامت باختار نادي الزمالك للععاب الرياضية لتنفيذ الحكم وتكليف مجلس الادارة بتعيين قائم بأعمال رئيس مجلس الادارة لحد لما يشوفه حد تاني يعني وذلك لأقرب جمعية عمومية عادية بها بند انتخاب وذلك لاستكمال مدة مجلس الادارة في دوراته الحالية عشرين واحد وعشرين عشرين خمسة وعشرين وتم توجيه كافة الجهات المديرية بمتابعة تنفيذ أحكام هذه القرارات وكانت محكمة قضاء الإدارة بقاهرة أصدرت يوم الأحد الماضي قرار يغضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك طيب دلوقتي طبعا احنا شايفين ان القرار مفيش رجوع فيه تمام بقولك والزمت المحكمة مجلس الادارة بالدعوة لاجراءات انتخابات الانتخاب رئيس جديد وجاء الحكم المحكمة بعد قبول دعوة قضائية أقامها عبدالله جورج وهاني شكري وهم من الأعضاء السابقين في مجلس الإدارة بيزنان الزمالك واخرون للمطالبة بعزل مرتضى منصور بعد أن تم حبسه شهرا طبقا لما تنص عليه اللائحة تمام يعني كده نقول لمرتضى منصور باي باي ونشبع بقى كده ايه من الكلام الخيب يطلع لنا بقى كل يوم التاني يطلع نشوفه بقى كده ايه على سوشيال ميديا هو بتكلم بعيد عن نادي الزمالك نادي الزمالك في ناس هديره نادي الزمالك فيه اللي أقدر منك فيه اللي هيحركوه فيه اللي يقدر يصنوه أكتر منك عملت احتقان بين الجماهير وبعضها انت عملت احتقان بين الجماهير وبعضها شفنا الصراع اللي داير بين الجماهير طبعا احنا كنا في غنى عن الكلام بكله خالص احنا عارفين النادي الاهلي ونادي الزمالك من اكبر قطبي الوطن العربي وافريقيا فما ينفعش اللي احنا بنشوفه على المهازر على قناة نادي التت قناة نادي الزمالك كوميدي اللي احنا بنشوفه كل يوم التاني من عمر الدرديري لخلد الغندور لكلام ابو حسين لفولي كل الناس دي وعبد الشافي الناس اللي هي بتطلع تهزلك في دماغهم وكل الناس اللي بتطلع تتكلم ان مرتضى منصور ما ينفعش يسير نادي الزمالك نادي الزمالك لو مرتضى منصور سابه نادي الزمالك هيقع لكن للأسف والله والله نادي الزمالك ما هيقوم لقومة غير بعد مرتضى منصور وبكرة تشوفه وتسمعه الكلام ده فاحنا بنتمنى ان شاء الله ان القرار ده تتنفز طبعا ان خلاص كده مفيش راجع فيه وان شاء الله الاصلح لنادي الزمالك والاصلح لنادي الاهلي ودعواتنا ودعوات كل المصريين النادي الاهلي عنده مباراة بعد بكرة طبعا احنا عايزين نكون اكبر عيدية للنادي الاهلي اكبر عيدية للنادي الاهلي وجمهوره ان شاء الله نفوز ان شاء الله نادي الرجاء نادي المحترم بنحترمه المغرب شعبا وجمهورا احنا بنحب المغرب بنحب جمهور المغرب بنحب عنديت المغرب ما شفناش منها اي تجاوزات تجاه النادي الاهلي فاحنا بنتمنى ان شاء الله باذن الله ربنا ينصرنا يوم السبت باذن الله تعالى ويكون الاستاد ماليان خمسين ستين الف ان شاء الله المدردات تتفتح باذن الله ويكون النصر حلفنا ويكون النادي الاهلي باذن الله باذن الله تعالى يكون يعني عمل نص المشوار بس ان شاء الله نكسب بمكسب يريحنا في المغرب فبنتمنى ان شاء الله الفوز للنادي الاهلي ودعواتكم ودعوات كل المصريين ان شاء الله يكون النصر حليفنا وشكرا لحسن المتابعة وكل سنة وحضركم طيبين وعيد فطر سعيد علينا وعليكم عن المسلمين يارب ينعاد علينا عليكم بالخير واليمن والبركات سلام عليكم